أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن ردها 294 طعنان في نتائج الانتخابات النيابية من أصلي 295 لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعون من الدليل أو مخالفتها أحكام القارون بيان للمفوضية أكدت فيه أن العديد من الطعون لم يحدد فيها الطاعن المحطة أو المركز وطلب بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية معلنة العزم بإرسال هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للبد فيها وقرر مجلس المفوضين الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها بناء على طعن أحد المرشحين في كاركو فيما أوضح البيان أن الطعون المتبقية سيتم النظر فيها تباعا ووفق بيان يوميا للموقف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر